ماذا يحدث في دماغك لحظة الموت؟ هل صحيح أن العلماء اكتشفوا حدوثاً فجار للوعي لحظة الموت؟ هل يتوهج مركز الأحلام؟ وهل صحيح أن لحظة الموت يتوهج مركز الإبصار في الدماغ؟ وهل وجد العلماء دليلاً على أن وعي الإنسان يكون في أشد حالاته لحظة الموت؟ وهل صحيح أن العلماء الذين أنكروا الحياة بعد الموت يعترفون اليوم أن الإنسان لحظة الموت يرى أشياء لا يراها الآخرون؟ حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كلنا سيخضع للموت إنك ميت وإنهم ميتون لن ينجو أحد من هذا المصير كلنا سنواجه مصير الموت ولكن ماذا يحدث في هذه اللحظة بالذات؟ أحببت اليوم أن أعرض أمامكم هذه الدراسة العلمية الحديثة جداً التي نشرت بتاريخ 1.5.2023 على مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences أربعة أشخاص كانوا موضوعين تحت التنفس الصناعي ويأس الطب من علاجهم وقرر الأطباء بعد أخذ إذن من أهلهم أن ينزعوا هذه الأجهزة وكانت هذه فرصة الحقيقة لدراسة عملية الموت تحت أجهزة المسح برنين المغناطيسي الوظيفة وهذه الأجهزة أيها الأحبة تقوم برصد كل النشاط الذي يحدث في أجزاء الدماغ فالدماغ فيه منطقة للإبصار فيه منطقة للسماء فيه منطقة للقيادة والتوجه فيه منطقة للأحلام إلى آخره فكانت هناك مفاجآت كثيرة في هذه الدراسة وأكدت دراسات سابقة قبلها حتى أن العلماء اليوم لا يجدون مفرا حتى الملحدين منهم لا يجدون مفرا من الاعتراف بوجود حالة للوعي وأشياء يراها الإنسان لحظة الموت لا يراها منهم حوله كيف بدأت القصة أيها الأحبة هؤلاء الأربعة قرر الأطباء أن ينزعوا أجهزة التنفس وراقبوا اللحظات التي الثواني القليلة التي تسبق لحظة الموت لحظة اللحظة التي يعتبرها العلماء فارقة بين الحياة والموت عندما يتوقف القلب ويحدث ما يسمى بالموت الدماغي الكامل ولكن الحقيقة الدماغ لا زال في حالة وعي ووعي شديد جدا حتى إن أحد الباحثين هنا وضع مقالة على موقع ساينس يقول بالضبط هناك انفجار لنشاط الدماغ يحدث أثناء الموت كمية هائلة من الموجات الكهراطيسية من نوع جاما وهذه الموجات تعتبر أو تمثل حالة عالية جدا من الوعي والانتباه مع العالم أن الميت يكون مغمض العينين أحيانا ويكون في حالة سكون تام ولا يستطيع أن ينطق ولا أن يتحرك ولا يستطيع أن يبدي أي ردة فعل طيب ماذا يحدث حقيقة ما الذي يجعل هذا الميت واعيا لهذه الدرجة العنيفة حتى إن الباحثين يقولون يقولون هناك انفجار في نشاط الدماغ كمية هائلة من موجات جاما يطلقها الدماغ وهذه الموجات تطلق أثناء التركيز الشديد على قضيات ما يعني أنت عندما تريد أن تعالج مشكلة كبرى وتمارس أقصى درجات التركيز في الوعي والتفكير نجد أن دماغك يطلق هذه الموجات موجات جاما سوف يطلقها دماغك لحظة الموت لذلك أخي الحبيب يجب أن تتعرف ما الذي سيحدث لأنه كما قلت لن ينجو أحد من هذا المصير كل نفس ذائقة الموت أول شيء أيها الأحبة الشيء الذي لفت انتباه العلماء أن هناك مركز الإبصار ينشط بشدة عند الميت وهناك ما يسمى في الجزء الخلفي من الدماغ مركز الهلوسة البصرية هذا المركز ينشط أثناء رؤية الشخص لأشياء في اليقظة غير حقيقية يعني مثلا يرى أشياء لا يرىها الآخرون يظهر هذا الأمر عند بعض من لديهم اضطرابات نفسية ويرى أشياء ويرى أشياء هو متأكد أنه يرى أشياء أمامه ولكن الآخرون لا يرونها أنا حقيقة هنا أود أن أتوقف مع موقف قرآني يصور لنا هذه اللقطة بالضبط يعني أخي الحبيب القرآن يشير إلى لحظة من لحظات الموت التي يتعرض لها الإنسان حيث أن الميت يبصر أشياء لا يبصرها من حوله والعلماء يقولون ذلك يؤكدون ذلك يقينا لأن الدماغ ما دام فيه مركز الإبصار يتوهج معنى ذلك أنك ترى أشياء لا يرىها الآخرون طيب أنا لدي في سورة الواقع الحقيقة لدي نص كريم يصور لنا بدقة مذهلة ماذا يحدث لحظة الموت يقول الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقون الروح يعني تخرج وأنتم حينئذ تنظرون بالفعل يعني الميت ننظر له ولكن لا نرى أي شيء ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أقرب إليه برسلنا رسل الله هو يرى الملائكة يرى رسل الله الذين أتوا ل لتتوفى هذا الميت من حوله لا يرون لا يرون أي شيء ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين هنا يصف لنا التفاعل لحظة الموت إذا كان هذا الإنسان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم يرى مقعده من الجنة يرى الريحان والرياحين والجنات جنات النعيم فيتفاعل دماغه مع هذا المشهد فيطلق هذه الموجات لأنه يرى أشياء لا نراها نحن الذين من حوله وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أيضا يرى الملائكة تقول له سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فيتوق للقاء الملك سبحانه وتعالى ولكن في الحالة الثالثة والعياذ بالله وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم انتهت سورة الواقعة أو هذه خاتمة السورة فإذا كان من أصحاب الشمال كان من المكذبين الضالين فإنه سوف يرى الجحيم أمامه والعياذ بالله سوف يرى مصيره الأسود في نار جهنم سوف يرى الملائكة بأبشع صورة لذلك تفاعل الدماغ يطلق موجات هائلة جدا انفجار كما عبر عنها أحد الباحثين في الغرب يطلق هذه الكمية لأنه لم يرى هذا المشهد من قبل في حياته كان غافلا عنه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد مركز الإبصار يتوهج بشدة ما معنى حديد يعني حاد جدا معلومة أن الميت قد يكون مغمض العينين الإبصار ليس له علاقة بالعين أيها الأحبة الأعمى قد يبصر قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إذن هنا الإبصار موجود أين في الدماغ مركز الإبصار في الدماغ أيها الأحبة فإذن هذا الميت عندما يكشف عنه الغطاء فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد لذلك مركز الإبصار يتوهج بشدة عنيفة جدا الدماغ يطلق موجات جامة التي تدل على حالة عالية جدا من الوعي لأنه لأول مرة يرى مثل هذا المصير الغير متوقع العلماء يقولون إن مركز الهلوسة البصرية في الجزء الخلف من الدماغ أيضا ينشط بشدة إذن الميت يرى أشياء نحن لا نراها ولكن هذا يدل على هذا المركز أيها الأحبة أيضا ينشط أثناء السكر شرب المخدرات أثناء يعني يهلوس الإنسان أو يرى أشياء عندما يسكر يرى أشياء أيضا لذلك سميت سمى الله الموت بالسكرة سكرة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أيضا في سورة قاف هذه الآية إذن سميت بسكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ليعبر لك أن الموت يشبه حالة السكر الشديد أيضا سبحان الله هذا يدل على إعجاز القرآن والسبق العلمي للقرآن في تخير الألفاظ والمفردات الصحيحة التي تصف الحالة التي أمامنا لأن الله عز وجل هو الذي خلق الموت هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فكيف لا يصف لنا الموت بدقة سبحانه وتعالى وهو خالق الموت سبحان الله الشيء الغريب في هذه الدراسة أيها الأحبة مركز الأحلام أيضا ينشط الحقيقة يعني مركز الأحلام هذا ينشط أثناء النوم ونحن نعلم أن الإنسان عندما ينام ما الذي يحدث حسب النص القرآني فإن النفس تغادر الجسد أثناء النوم لذلك النوم هو الموت الصغرى نحن كل يوم أثناء نومنا نتعرض للموت فعندما يتوفى الله هذه النفس في الليل وأنت نائم نوما عميقا ينشط مركز الأحلام إذن هنا عندما هذه النفس تتوفى لحظة الموت أيضا ينشط مركز الأحلام لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أيضا يتوفاها إذن الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى الأنفس حين منامها هذا معنى الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الأجل إذن عندما يتوفى الله النفس هناك أناس يتعرض للموت وهو نائم كما تعلمون إذن الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت أي أن الله يمسك النفس التي قضى عليها الموت يمسكها عنده سبحانه وتعالى ويرسل الأخرى الذي لم يكتب عليه الموت يرسل الله نفسه لتعود وتسكن هذا الجسد ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو لحظة الموت إلى أجل مسمى أي إلى وقت محدد ومسمى ومقدر ومكتوب ومعلوم بالنسبة لله سبحانه وتعالى وهو لحظة الموت إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فأنا طبعا بالفعل عندما أتفكر في هذه الآية وأدرك أن ما يحدث لحظة النوم من توهج لمركز الأحلام هو ذاته ما يحدث لحظة الموت طيب هذه آية بالنسبة لي تجعلني أزداد يقينا أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى لذلك هنا أخي الحبيب عندما تتعرض للموت فإنك سترى هذه الأشياء أمامك سترى مقامك من الجنة أو من النار وسترى الملائكة سترى رسل الله عز وجل إن كنت مؤمنا سترهم بأبهى صورة وسوف ترى مقامك من الجنة إن شاء الله وإن كنت غافلا غرتك الحياة الدنيا وغفلت عن الله فمصيرك أن ترى الملائكة بأسوأ صورة وترى مقعدك من النار وعلى يا ذو بالله لذلك ينبغي أن تكون هذه الدراسة العلمية عبرة لكل إنسان يريد لمصيره أن يكون مصير جيد كل إنسان يريد أن يؤمن مستقبله بعد الموت الحقيقة أخي الحبيب ثق تماما أن مستقبلك الحقيقي هو بعد الموت وليس قبل الموت لأن فترة الحياة الدنيا هي قصيرة جدا لا تساوي لحظة من لحظات الموت يعني إذا عشت مئة سنة هذه اللحظة من لحظات الموت أخطر من كل ما عشته لذلك نرى أن القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام النبي يؤكد والقرآن يؤكد على ضرورة أن نهتم بما بعد الموت لأن هذه الدنيا قصيرة جدا فلا تغرنكم الحياة الدنيا وسميت بالعاجلة من كان يريد العاجلة هي عاجلة يعني قصيرة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مضحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وأخيرا أحبتي في الله أرجو كل واحد منا أن يتذكر أنه مقبل إلى هذا المصير قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يعني أنت على موعد مع الموت كل خطوة تخطوها أنت تقترب أكثر من الموت أختم بهذه الآية الكريمة أرجو أن نتذكرها ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون هذا الموقف أخي الحبيب ينبغي أن تعمل ليلة نهارا لتتجنبه نهائيا لتتجنب أن تكون من هؤلاء الظالمين والعياذ بالله إياك أن تظلم ابنك أو زوجتك إياك أن تظلم أخاك إياك أن تظلم أحدا من حولك ينبغي أن تعود إلى الله عز وجل وتتذكر هذا الموت كل يوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر من ذكر هادم اللذات صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا لحظة الموت وأن نكون من الفائزين برحمته إن شاء الله يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق